بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا الحلوين في الصف السادس الابتدائي إزاكم عاملين إيه؟ إن شاء الله مكمنين مع بعض في حل الامتحانات على منهج English World الصف السادس الابتدائي الترم التاني معكم بسمنا يكون نساوي إنجلش يلا بينا النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض جيزة Governorate امتحان على محافظة الجيزة من امتحانات محافظة الجيزة سنة 2016-2017 نبدأ مع بعض كده بالدعالوج الدعالوج اللي عندي بتوين نادا وماريام نادا بتسأل ماريام سؤال بتقول لها هلو طبعا إحنا متعودين الدعالوج بنقرأه كله الأول مرة واحدة كده وياريت تقرأه مرتين مش مرة واحدة كمان نفهم الفكرة بتاعته عن إيه نادا بتقول هلو what do you do in your free time يعني أهلا ماذا تفعلين في your free time free time يعني وقت الفراغ بتاعك فماريام ردت عليها بعدين نادا سألتها سؤال تاني فماريام قالت لها at the club في النادي نخبانة بدأت إيه ظهرت عندي فكرة أهو يعني إيه في النادي يعني بعمل حاجة في النادي طب إيه دايما كده المشهور إن احنا بنعمله في النادي بنمارس إيه في النادي أكيد طبعا sports يعني ألعاب رياضية طب هنشوف كده نادا بتسأل سؤال فماريام بتقولها I usually play it once a week أنا عادة بلعبها مرة في الأسبوع بدأت عندنا فكرة تانية إن دي إيه أنا هلعبها يعني هلعب رياضة once a week مرة في الأسبوع طيب نادا بتقول what's your favorite team ما هو فريقك المفضل طيب نبدأ كتاني من الأول بسم الإيه نادا بتسأل ماريام بتقولها hello what do you do in your free time يعني ماذا تفعلين في وقت فراغك فماريام ردت عليها طبعا طبعا فهمنا يعني الواضح كده إن هي لأن إيه نادا سألت سؤال تاني فماريام قلت لها add the club ففهمنا إن هي بتعمل حاجة في النادي يبقى تقول لها إيه تقول لها أنا بلعب رياضة معينة أي رياضة أنتو بتحبوها أو بتلعبوها إيه هتقول لها إيه بلعبها فممكن تقول إيه مثلا ممكن لما تقول لها what do you do in your free time ماذا تفعلين في وقت فراغ فتقول لها I play إيه اللي إنتو عايزينه بقى يعني مثلا ممكن تقول إيه handball مثلا يعني قرة يد عندنا بقى إيه basketball عندنا تنس أي رياضة أنتو بتحبوها I play إيه handball أنا بلعب إيه كرة يد نادا سألت سؤال فمريم تقول لها add the club في النادي يبقى السؤال إيه في النادي يبقى السؤال كان إيه كان أين إيه تلعبينها بتلعبها فين أين يعني where الجملة عندي كان في زمن إيه present simple أما قلت I play أنا بلعب دي حاجة إيه دي عادة أنا بتعود إن أنا أعملها فاستخدمت إليها زمن إيه present simple فطبعا هنا قدت الاستفاهم عندي where أين طب الفعال المساعدة هيبقى إيه الفعال المساعدة في present simple do أو does does طبعا مع he أو شي أو it أو الاسم المفرد do مع I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع طب الفعال عندي هيبقى إيه I هنا في الجواب في السؤال هتحول you تاخد طبعا do where do أداستفاهم فعال المساعد فعال you where do you play it أين تلعبيها أو تلعبينها فمريم بتقول لها add the club في النادي نادا سألت سؤال مريم بتقول لها I usually play it once a week يعني أنا عادة بلعبها مرة في الأسبوع يعني يعني السؤال هيبقى أما أقول أنا بلعبها مرة في الأسبوع يبقى السؤال كان إيه كم بتلعبيها كم مرة في الأسبوع أو كم عدد المرات أما بحب أسأل حد كم عدد المرات أو قد إيه المرات اللي أنت بتعمل فيها كذا كذا بستخدم how often how often معناها كم عدد المرات how often d قد تستفهم بعدين الفعال المساعد هي الجملة I usually play ده present simple أهو الفعال المساعد في present simple قلنا do أو does لو الفعال مفرد بستخدم he does أو الفعال مفرد أو he أو she أو it أو أي اسم مفرد بستخدم does لو الفعال I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع بستخدم do how often do you play it يعني كم عدد المرات اللي إيه اللي بتلعبيها يعني فقلت لها I usually play it once a week عادة بلعبها مرة في الأسبوع فندا بتقول لها what's your favorite team ما هو فريقك المفضل أي فريق أنت عايز ممكن تقول الأهلي إزا مالك أي الفرق اللي أنت عايزها يعني مثلا ممكن أقول إسم الفريق على طول وممكن أجاوب إجابة كاملة أقول my favorite my favorite team is الأهلي خلاص السؤال بعد كده سؤال choose number one بيقول لي I asked them if يعني أنا سألتهم لو لو أوكي if they are ولا are they ولا where they ولا they were hungry أنا سألتهم ما إذا كانوا أو لو كانوا جاء عنين لا خبنا يا جماعة الجملة دي الجملة اللي عندي دي reported speech أو indirect speech كلام غير مباشر يعني هي الجملة أصلها أصلا كان الجملة عندي كانت دي ال direct speech كانت كده I asked أنا سألت ها are you hungry ده هو ال direct speech are you hungry وده سؤال أهو طيب علشان أحولها بقى لreported speech بعمل إيه ها المفروض إن أنا بجيب طبعا ده سؤال بارئ بإيه بفعل مساعد ده سؤال بفعل مساعد فبعمل إيه بجيب بعد بجيب I أقول إيه I asked I asked them أنا سألتهم ها بستخدم بعدها if أو wither يعني معناها لو أو ما إذا يعني if you هتتحول إيه لthey if they خلاص ما بستخدموش كسؤال بقى بعمل جملة خبرية يعني are you هتبقى they فهمين we are دي هجيبها في past نحن عارفين إن إيه الجملة عندي لو الجملة عندي present simple زي دي كده بحول past simple present continuous بتحول past continuous present perfect بحول past perfect يبقى I asked them if they were hungry فلسطوب I asked them if they were hungry فالجملة هنا هتبقى I asked them if they were they were ما حدش يقول لي where they لأ أنا بعملها جملة خبرية ما بقيت سؤال خلاص وما حدش يقول لي برضو are they أو they are لا بحول جملة للإيه للpast خلاص number two بيقول لي you hear the أنت سمعت the shake شاك معناها يرق أو يهز rocks صخور trap يعني مصيادة echo echo معناها صدى صدى الصوت echo of your voice بتاع صوتك in empty places في الأماكن الفارغة الفاضية طبعا بتسمع إيه في الأماكن الفاضية بتسمع صدى صوتك echo he likes هو يحب plays لا play لا playing ولا to play games on computer بصوا he likes هو يحب وممكن يجي بعدها to plus الفربي في infinitive هو يحب أن يلعب to play games on computer يعني playing تنفع و to play تنفع playing معناها اللعبة بصفة عامة playing معناها اللعبة بصفة عامة لكيما أقول I like to play computer games يعني أحب ألعب ألعب كمبيوتر كأن أنا عايز ألعب ألعب كمبيوتر هي اللي اتنين ايه تمشي الاتنين صح وفي المتحام ما أعتقدش هيجيب لك اللي جابتين مع بعض for بيقولي the old house البيت القديم has sold ولا has been sold ولا sold ولا sell طيب ناخد بالنا كده the old house دي دي فاعل ولا مفعول subject ولا object subject طبعا عارفين يعني فاعل الفاعل اللي هو بيعمل الفاعل اللي بيقوم بالفاعل object اللي هو المفعول اللي بيقع عليه الفاعل بيحصله الفاعل فلما نقول البيت القديم هو البيت القديم ده هيعمل حاجة لا أكيد هيحصله حاجة عايزين نقول إيه has sold يعني ولا has been sold ولا sold ولا sell عايز يقول إنه اتباع طيب أكيد هيبقى إيه the old house ده object هو مفعول هو اللي اتباع مش هو باع حد يعني يبقى أنا كده بدأت الجملة بإيه بدأت الجملة بالمفعول object والعادي أو الطبيعي إنه إحنا عارفين الجملة بتبدأ بيه بsubject بفاعل طيب الجملة اللي ما بتبدأ بمفعول object كده يبقى الجملة عندي اسمها إيه اسمها passive passive يعني مجهول مبني المجهول المبني المجهول ده بيبدأ بي object بيبدأ بي مفعول طيب هي الجملة عندي هتبقى زمن إيه خلنا إحنا المبني المجهول أو الباسف في زمن المضارع التام المضارع التام المبني المجهور في زمن المدرعة التام بيتكون من إيه object مفعول ببدأ بمفعول plus has أو have plus been plus past participle هتبقى the old house has been sold has been sold have been أو has been plus التصريف الثالث have been أو has been plus past participle اللي هو التصريف الثالث the old house has been sold number five I bought أنا اشتريت a e pencil ولا ticket ولا pit ولا fishing rod ما ينفعش pencil rod ولا ticket rod ولا pit rod طبعا هتبقى fishing rod يعني سنارة صيد fishing rod يعني سنارة صيد number six بيقول لي I wish I أتمنى لو يعني إني I wish I have or had or am or قد play tennis أتمنى play tennis ألعب أتمنى I have I had هاد معناها يعني أمتلك أو يبقى عندي ولا am ولا could play tennis فاكرين I wish دي قلنا بستخدم I wish واجيب بعدها الجملة في past simple عشان أعبر عن رغبة في إيه في present في الوقت الحاضر يعني أتمنى لو كنت أستطيع لو كان بإمكاني إني ألعب tennis يبقى كود كود الباست من كان لو كنت أستطيع إني ألعب إيه tennis نمبر سيفن بيقولي turn إيه on ولا up ولا off ولا over the page الصفحة to read the rest of the story علشان أقرأ باقي story القصة turn إيه معناها يقلب الصفحة أقلب الصفحة عشان أكمل قراءة الstory يبقى turn over turn over he offered هو عرض هو عرض قدم عرض كده يعني help ولا to help ولا helping ولا helps me هو بنقولها إيه حتى بالعرب كده بنقولها إيه بنقول هو عرض علي أن يساعدني أن يساعد عرض إنه يساعدني تبقى to help he offered to help to help hurry up يعني أسرع don't take لا تستغرق لا تأخذ إيه to to معناها جدا أكثر من لازم ولا to بمعنى اتنين ولا to بمعنى إصبع القدم ولا tough tough بمعنى قاصي أو خشن أو صارم أو قوي متين لا معنى كتير يعني long long يعني طويل ما تاخدش عايز أقول ما تاخدش إيه too long يعني ما تستغرقش إيه وقت طويل too long the road the road was dangerous يعني الطريق كان إيه خطر خطير the road was dangerous it was very طريقا خطير كان إيه كان very straight straight معناها مستقيم طريق مباشر كده مستقيم ده مفهوش مشكلة مش خطير ولا paved paved يعني مرصوف ولا steep يعني شديد الانحضار ولا tall يعني طويل طبعا اللي فيه خطورة في كل الكلمات دي هي steep شديد الانحضار طيب السؤال بعد كده rewrite number one بيقول لي I like playing chess أحب لعب الشطران فبيقول لي استخدم verb decide 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 يعني يقرر decide يقرر decide يقرر حفظوا كل كلمة جديدة قبلكم حفظوها I like playing chess أحب لعب الشطران فبيقول لي استخدم decide فهقول إيه هقول له أنا قررت إن ألعب شطران بكل بساطة يعني I decided to play chess number two أحمد is a doctor he works at a hospital أحمد دكتور هو بيشغل في مستشفى استخدمه فاكرين هو ده relative pronoun ضمير وصل فهنستخدمه ازاي ده بيوصل بين جملتين بيخليون جملة واحدة وهو ده معناه الذي أو التي للعاقل يبقى هقول إيه هقول أحمد إيه هو works at a hospital الذي يعمل فيه مستشفى is a doctor بيكون طبيب أبدأ بيه 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 the car هو غسل السيارة هي ده ايه ده subject فاعل the car ده مفعول هي اللي تغسلت هي اللي وقع عليها الفاعل هي اللي حصلها الغسيل هبدأ بيها أقول إيه the car يبقى أنا كده هعمل إيه لما أبدأ بيها خلي الجملة passive يعني مبنية للمجهول the car الجملة عندي في زمن إيه يا شباب في زمن present perfect اللي هو بتكون من subject الفاعل plus have أو has plus past participle اللي هو التصريف التالت للفاعل ده زمن present perfect المضارع التام بيعبر عن حدث لسه منتهي حالا أو من وقت قريب أو فعل أو حدث حصل انتهى وأصره ما زال موجود حتى الآن أما أقول مثلا الإزاز انقصر يعني إيه الإزاز لسه مكسور الدنيا مطرت الأرض ما بلولة أصره موجود مثلا يعني فهنا بيقول لي لما أبدأ بقى أعمل passive في زمن present perfect بعمل إيه ببدأ بالobject بالمفعول وبعدين بستخدم have أو has وبجيب البست برتسول برضو بس بحط بين have وهاز بين have والبست بحط بينهم been have been أو has been plus البست اللي هو التصريف التالت للفعل يبقى ذكر إيه كار دي هتأخذ هاز عشان هي مفرد has been washed خلاص ممكن نقول by him وطبعا يعني الفعل مش حاجة يعني يعني أدم ضمير ممكن ما نستخدمهش ممكن ما نقولش by ونجيبه يعني نذكره هنا فور بيقولي she doesn't have a guitar هي ليس لديها جيتار فبيقولي she wishes هي ترغب هي تريد هي نفسها لو يبقى عندها جيتار ها هقولنا إيه she wishes ها ونجيب بعدها جملة في الباست سيمبل عشان نعبر عن رغبة في الوقت الحاضر نقول إيه she wishes she wishes هي تمنى لو كان لديها جيتار حتى بالعرب نقول إيه بنقول لو كان ونقصب بها إيه إنها بتتمنى الأمنيات دي في الوقت الحاضر برضو في الانجلش هنقول she wishes she had a جيتار استخدمت باست سيمبل والرغبة في الوقت الإيه الحاضر بتتمنى الشيء ده دلوقتي she wishes she had a guitar number five she likes sport she likes sport هي تحب الإيه الرياضة so do I وكذلك أنا وأنا كذلك فبيقولي استخدم doesn't يعني عايزني أعمل إيه عايزني أعمل negative أم في الجملة فهنقول إيه لو نفينا الجملة دي هنقول إيه she likes sport جملة في present simple أي والفعل مفرد طبعا الشطار وعارفين هستخدم doesn't she doesn't like sport لحد كده سهل جد واللي بعديه سهل برضو إن شاء الله so do I دي تنفي بإيه هتتنفي بيه جملة عندي لو negative جملة لو مسبتة قلنا إيه جملة هنا present simple آه والجملة مسبتة قلنا إيه so do I وكذلك أنا خلاص بالإثبات آه طب لو من فيه هنقول إيه هنقول نيزر 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 إيه دو آي نيزر دو آي سؤال بعد كده ده الباسيج القطعة نقرأ نقرأه كده مع بعض بيقولي يستردي عادل وينت to the school library and read about his favorite animals أمس عادل راح مكتبة المدرسة وقرأ عن حيواناته المفضلة the American black bear and that joint panda الحيوانات المفضلة بتاعته هل إيه American black bear يعني الدب الأسود الأمريكي and that joint panda والبندا العملاقة he read some facts هو قرأ بعض الحقائق black bears eat everything الدببة اللي هو black bears الدببة اللي هي السوداء دي الأمريكية بتاكل كل شي vegetables خضروات fruits فواكه nuts اللي هي المكسرات leaves الأوراق الأشجار fish smake and meat واللحوم they hibernate for five to seven months months in the winter هم بيعملوا بيت شتوي لمدة خمس لسبع شهور in the winter في الشتاء joint pandas eat bamboo يعني الدببة العملاقة بتاكل بامبو اللي هو الخيزران they can climb trees and swim بيستطيعون تسلق الأشجار والسباحة giant pandas live in the mountains of China البندة العملاقة بتعيش في الجبال الصين شوف الأسئلة بيقول how long do black bears hibernate in winter يعني قد إيه المدة اللي black bears اللي دي بابا السوداء دي بتعمل بيت شتوي فيها في الشتاء بتثبت يعني في الشتاء المدة قد إيه قلنا ها الإجابة they hibernate for five to seven months هي دي number one طيب سؤال الثاني what do giant pandas eat giant pandas البندة اللي عملاقة بتاكل إيه ها sorry giant pandas eat bamboo البندة اللي عملاقة بتاكل إيه bamboo دي number two طبعا انتو هتكتبوا يعني سؤال بعد كده طبعا choose three بيقول لي عادل went to the school عادل ذهب إلى إيه سيطر مسرح library مكتبة playground ملعب ولا science lab اللي هو المعمل العلوم لا طبعا راح إيه مكتبة library pandas live in البندة بتعيش فين إيه hotels ولا parks ولا mountains ولا hills of china طبعا بتعيش فيه جبال الصين mountains موجودة في القطعة قدامنا عادل read about عادل القرآن animals ولا birds ولا places ولا cars طبعا animals موجودة في القطعة طيب سؤال بعد كده بعد السوري جايب لي هنا السؤال بتاعنا بيقول اللي هو طبعا read and answer the following questions فبيقول لي إيه I think you're all very brave يعني أعتقد أنكم جميعكم إيه شجعين كلكم شجعين who said these words to whom من اللي قال الكلام ده وقالوا المين فاكرين فاكرين chapter اللي كلمنا فيه عن dark tunnel النفق المظلم ده لما كان فيه marathon بيحصل عند railway station عند محط السكة الحديد وكان سباق جاري وبعدين هم شافوا كل الولاد اللي دخلوا خرجوا معادة ولد واحد بس اللي هو كان إيه in richard يعني كان لابس قميص أحمر ما خرجش فالتلاتة روبيرتا وبيتر وفيلس دخلوا ال dark tunnel اللي نفق المظلم ده علشان يبحثوا عنه فاكرين طيب يبقى اللي قال الكلام ده هو مين هو كان اسمه الولد ده كان اسمه جيم كان جيم أو نقول إيه بقى the boy and Richard ممكن نكتب كده بين قصين جيم ها said these words said these words خلاص طيب to whom بقى to mean نقول to mean هو الكلام ده طبعا الالتلات أطفال to mean to that three children يبقى two نقى the three children وممكن تقول اسمهم روبيرتا phyllis and peter طيب السؤال بعد كده بيقول لي who were all brave يعني مين اللي كانوا شجاعين اللي كانوا شجاعين كانوا الطلات أطفال قلنا اللي هم روبيرتا peter and phyllis روبيرتا روبيرتا peter and phyllis طيب سري بيقول لي why why were they brave ليه هما كانوا شجاعين لأن هما دخلوا النفق المظلم علشان إيه علشان يعصروا عليه because they entered the tunnel أو dark tunnel to find him to find him كي يجدوه أو يعصروا عليه طيب سؤال بعد كده بيقول لي the last runner was a boy in a آخر عداء آخر واحد كان بيجري كان هو الولد اللي كان in e in a red shirt كان لابس أميوس أحمر the man used الناس اللي هما المين الرجالة اللي جابتهم فلس علشان يشيلوه أو يساعدوهم يعني كانوا استخدموا to carry jim on علشان يشيلوا jim علي jim طبعا اللي هو الولد اللي كان in a red shirt اللي كان لابس أمس أحمر اللي كان تعثر في النفأ استخدموا استخدموا stretcher يعني نقالة stretcher six بيقولي jim's grandfather was the jim كان من طبعا دا كان المفاجأة اللي هو كان the old gentleman the old gentleman طيب سؤال بعد كده دا سؤال paragraph يكتبوا مع بعض بيقولي رأي paragraph عن five sentences on your wishes for the future يعني أمنيتك بالنسبة للمستقبل جايبلي كلمات كده بيقولي زي hope يعني أتمنى يعني ممكن أقوله I hope to كذا كذا future dream يعني حلم المستقبل travel يسافر going to be سوف أكون job وظيفة happy life حياة سعيدة ممكن مثلا أقول I hope I hope to travel and sorry and explore the world يعني أتمنى إني أسافر وأستكشف العالم my my future dream is to travel all over the world يعني حلمي بالنسبة المستقبل أو حلمي المستقبلي is to travel all over the world يعني أن أسافر في جميع أنحاء العالم I am going to be to be a pilot يعني أنا أحب أن أصبح أصبح أو أبقى أبقى طيار I I like this life very much يعني تقدروا برضو أنت تكتبوا جمل تانية بس أهم حاجة تبقى جمل بسيطة وين أخوا بالنا من الجرامر وإحنا بنكتب آخر السؤال عندي سؤال write questions يعني أكتب أسئلة number one بيقول لي they cleaned their rooms هما نظفوا حجرهم أو حجراتهم يعني فحضرت لخط تحت rooms يعني هسأل عليها يعني أقول إيه أقول هما نظفوا إيه ماذا إيه هما نظفوا إيه اللي هما نظفوا يعني إيه يعني هستخدم قدات استفهام what طيب الجملة في زمن إيه they cleaned past symbol يبقى استخدم فعل مساعد did ما نقول إيه 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 بعدها فعل مساعد وبعدين الفعل they في الباست سيمبل ده جيب إيه did جيب بعدها الفرب في الانفناتف على طول الفعل في المصدر خلاص تشيل الإيدي منه what did they clean ماذا إيه هما نظفوا ماذا نظفوا number two no I can drive a car أنا لأستطيع أني أقود سيارة وحطط لي خط كده تحت no يعني عايزني أسأل إيه عليها سؤال سؤال طب إحنا عارفين إن yes or no بيبقى إجابة ليه سؤال بيبدأ بفعل مساعد معناه هل بقول no I can drive a car لأ أنا ما أقدرش أسوق عربية يبقى السؤال إيه هل أنت تستطيع إنك تقود سيارة خلاص I can't يبقى السؤال إيه can you can you can you هسأل بcan can you لما لاقي can أو can't في الجواب يبقى السؤال هستخدم فيه can can you drive a car question more بس كده نكون خلصنا الامتحام بتاعنا أتمنى يا رب يكونوا استفدتم منه لو استفدتم منه وتنسوش like و share و subscribe للقناة كنت أحب أقولكم في نهاية الفيديو إن إحنا إن شاء الله مكملين مع بعض في الصف الأول الإعداد إن شاء الله نشغل مع بعض منهج aim high أي حد من اللي بيتابعني لو هو بياخد منهج تاني في المدرسة بتاعته ياريت يعرفني في الكومنز وإن شاء الله في الأجازة هيبقى فيه كورسات تأسيس بالنسبة للطلاب اللي هم يعني ضعف المستوى وكمان الطلبة اللي مستوهم عادي عايزين نتأسس كويس قبل ما نروح المرحلة الأدادية وكمان المامز اللي عايزة تقوي المستوها في اللغة عشان تقدر تتبع مع أولادها لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش like و share و subscribe للقناة وأشوفكم على خير goodbye